السلام عليكم وأهلا بكم كتر الكلام عن تصريحات رئيس السيسي الأخيرة في المؤتمر الصحفي مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا طبعا وكالعادة استغل الإعلام المعادي للدولة المصرية التصريحات دي لتشويه الدولة المصرية وتحديدا رئيس السيسي واليوم حق طبعا أن هم يستهدفوا رئيس السيسي شخصيا في أي كلمة أو أي فعل أو أي تحرك بتقوم به الدولة المصرية لأنه هو ده الراجل اللي دمر مخططاتهم في هدم الدولة المصرية وإضعاف المنطقة العربية وتأسيم دولها واللي واقف بقوة في وجه تأسيم السودان وليبيا برغم أنه منذوب الغرب في العملية دي تغير وجابه منذوب جديد باستراتيجية جديدة بس برضو حيقود على دماغه ومشروعه حيبوز وحيفشل إن شاء الله أن الأفق السياسي الحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى فيه دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعسامتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وقلنا أنه إحنا مستعدين يبقى هذه الدولة من زوعة السلاح وأيضا فيه ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتم عايزين حتى يبقى أن نحقق الأمن لكلا الدولتين الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية في الحلقة دي إن شاء الله حنوضح تصريحات رئيس السيسي فيما يخص إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاحة التصريحات اللي عملت بلبلة وهل رئيس السيسي فعلا بدأ يتحرك للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة؟ وهل الكلام اللي احنا قلناه طول الفترة اللي فاتت دي فيما يخص أن وجود حركة حماس في حكم قطاع غزة بيصب في مصلحة مصر السياسية والاقتصادية؟ هل دا كان كلام غير واقعي؟ وهل في تعارض ما بين الكلام دا وما بين تصريحات رئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسي وزراء أسبانيا بيدرو شانسيز وبلجيكة أليكساندر دي كرو في القاهرة يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري؟ بو سيفان الكلام دا ولا في تعارض مع تواجد حماس كقوة عسكرية حاكمة لقطاع غزة ولا في تراجع عن موقف مصر من دعم نضال الشعب الفلسطيني سواء كان نضال عسكري أو نضال سياسي وكلام رئيس السيسي دبلوماسي جدا في المقام الأول دا بخلاف ان رئيس السيسي قال نفس الكلام دا أصلا عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني ولاف شولتس في القاهرة في بداية الأحداث يعني من أكتر من شهر مش مصدق حضرتك صح؟ طيب ليك حق طبعا ما هو الإعلام المعادي للدولة المصرية وقتها ما صلتش الضوء على الجزء دامن الكلمة وصلت بس الضوء على تهجير أهالي غزل صحراء النقب عموما تعال اسمع بنفسك الرئيس قال ايه من أكتر من شهر علشان تتأكد ايه اللي خل الموضوع وصل لكده؟ هل في أفق؟ هل في دولة فلسطينية؟ كانت خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتت نجحنا في أنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية اللي تقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومستعدين وطرحنا ده أنها تكون في قوات أممية أو من الناتو أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني يعني من الآخر رئيس السيسي سواء في مؤتمر مستشار ألمانيا أو في مؤتمر رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا عاوز يسمع أوروبا وأمريكا اللي هم عايزين يسمعوه مش أنتو عايزين دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح تمام مفيش أدنى مشكلة إحنا ممكن نوفر ضمانات نزع السلاح من الدولة دي بس إسرائيل تكون جدة في التفاوض لإكرار حل الدولتين ويا سيدي للنهاردة منزوعة السلاح بكرة يبقى عنده سلاح مفيش أي حاجة بتقعد على حالها عندك ألمانيا مثلا فضلت متقسمة من سنة 45 لسنة 90 وركعت توحد التاني الاتحاد السوفيتي اللي كان أكبر دولة تم إنشاءها في التاريخ اتفككت ما بقتش موجودة أصلا ودول كتير تقسمت ما بين ليلة وضحاها زي ما بيقولوا صحينا الصبح لأنهم دولتين وسبع دول عادي عندك السودان أقرب دليل وقبلها كان في اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وعندك كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يعني القصد الكلام ده إنه الهدف هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مبدأ أي دول يغزلافيا المستقلة كانوا دولة واحدة بقوا سبع دول وعلى رأي أحمد زاكي في فيلم أيام السادات أنا بقى جبت لك كورسي في المحل بتاعك تقوم إنت تقولي يا المحل كله يا بلاش فالحلق قال له إيه قال له لا يا فندم وبمجهودي السادات قال له بمجهودك أدي أنت فهمتها بقى هم مش عايزين يفهموا أنا صحيح جبت لك كورسي واحد بس أنت وشطرتك تاخد بقى الكورسي الثاني والثالث تاخد المحل كله يعني أنتوا يا فلسطينيين عايزين دولة وإنتوا يا أوروبا مش عايزين دولة مسلحة بس عايزين دولة يعني أنتوا لتنموا اتفقين في موضوع الدولة ومختلفين في موضوع السلاح عظيم نمسك في الحاجة اللي أنتوا متفقين عليها بقى اللي هي الدولة ونسيب السلاح اللي بعدين أما فيما يتعلق بمسألة التسليح فطالما أنت عايز الدولة الفلسطينية دي تكون بدون تسليح طيب أنا ما عنديش مشكلة أنا موافق على حاجة زي كده بس أنت الدين الأرض خليني أعلن قيام الدولة إحنا عايزين نوجد الدولة الفلسطينية أولا وبعد كده نبقى نتكلم عن تسليحها من عدمه ويا سيدي بعد ما الدولة يتم إقامتها ويبدأ اقتصادها يقوى وتبدأ أعداد السكان تزيد ويبدأ يكون في منظومة أمنية قوية من جهاز الشرطة فبالتبعية لازم يكون فيه قوات دفاع حتى لو ما كانش اسمها جيش رسمي زي اليابان اليابان ما عندهاش جيش على فكرة بس عندها قوات دفاع فهل قوات الدفاع دي ما تقدرش أن هي تدافع عن اليابان إذا اليابان دخلت حرب بالتأكيد تقدر طبعا تدافع عن اليابان وهي في حد ذاتها جيش بس رسميا اسمها قوات دفاع وده ممكن يحصل في فلسطين بمرور الوقت فالمسميات مش معضلة بس أهم حاجة أنا عايز الدولة دي تقوم الأول لأنه قيام دولة فلسطيني المستقلة في مصلحة مصر بشكل مباشر حتى ولو كانت دولة منزوعة السلاح سمع واحد بيقول لي ازاي عم انت عايز الدولة الفلسطينية دي تكون منزوعة السلاح وانت أصلا بقالك 45 يوم شخصيا بتقول انه لازم وضروري وحتما قطاع غزة يحكمه فصيل فلسطيني قوي ومسلح انت كده بتناقض نفسك أمدي هقول لحضرتك كلمي واضح جدا وما فيش فيه أي تناقض لأنه ببساطة ممكن حضرتك تكون ما كنتش مركز مع كلامي من الأول خالص من أول الأحداث يعني أنا دايما بقول طالما الانقسام الفلسطيني موجود وعندنا سلطة فلسطينية في الضفة الغربية منزوعة السلاح والإرادة والقرار السياسي والاقتصادي والسيادي عليها لإسرائيل وعندنا في المقابل فصيل مسلح بيحكم غزة وبيعلم مقاومته للاحتلال العسكري فاحنا هنا مش في وضع طبيعي للدولة الفلسطينية إحنا في وضع انقسام سياسي فلسطيني وبالتالي هل الأفضل لمصر أن قطاع غزة تحكم السلطة الفلسطينية منزوعة السلاح والإرادة والسيادة ولا يحكم فصيل مسلح يقدر يحمي مصالح مصر السياسية والاقتصادية طول ما الانقسام الفلسطيني موجود بالتأكيد الأفضل لمصر أن القطاع يحكم فصيل سياسي مسلح ولكن في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بيها فالوضع حيتغير تماما لأن ساعتها قطاع غزة حيكون ضمن الدولة الفلسطينية المستقلة اللي المفروض إسرائيل ملهاش بيها أي دخل لا في القرار السياسي ولا في القرار الاقتصادي لأنه خلاص أصبحت فلسطين دولة مستقلة معترف بيها عالميا وليها مقعد في المجالس الدولية كدولة لها حدود معترف بيها وليها واجبات في المجتمع الدولي وعليها التزامات فبالتالي مفيش مشاريع إسرائيلية حتى تضمن قطاع غزة لا مشاريع سياسية ولا مشاريع اقتصادية حتى لو كانت الدولة الفلسطينية دي منزوعة السلاح ولكنها دولة معترف بيها ولكن قطاع غزة ما كانش معترف بيها لأنه ببساطة نفوذ مصر السياسي والاقتصادي في الدولة الفلسطينية اللي حيتم إعلانها هيكون قوي جدا فوق ما حضرتك تتخيل ومصر حرفيا حتكون هي راعي والضامن للقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين المستقلة بنسبة قطة تجاوز 80% أنا مش عايز أتكلم بثقة زيادة وأقول إن القرار المصري حيكون مباشر في فلسطين بعد استقلالها وقيام الدولة بنسبة 100% ولكن خلينا نقول على أقل لتأدير حنكون شركاء بنسبة 80% لأن الدولة الفلسطينية المستقلة دي حتكون قائمة على الدعم المصري في جميع المجالات وخصوصا في المجال السياسي لأن فلسطين حتكون محتاجة دعم مصري السياسي في المجتمع الدولي بصورة غير مسبوقة فبالتالي الحكام الجدد اللي حيحكموا في فلسطين حيرعوا مصالح مصر السياسية والاقتصادية كويس جدا فبالتالي مستحيل إن هم يوافقوا على أي مشاريع إسرائيلية بتضغر بمصالح مصر الاقتصادية من الأساس وعموما قيام دولة فلسطينية مستقلة مش في مصلحة حلفاء إسرائيل في المنطقة لأن زي ما قلت لحضرتك الدولة دي حتعطل مشاريعهم الاقتصادية مع إسرائيل وعلى فكرة في جزئية بعض الناس فهموها غلط من كلام رئيس السيسي لما قال إحنا مستعدين نوافق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع وجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية هنا رئيس السيسي مش بيقصد إن القوات الأجنبية دي تحكم الدولة الفلسطينية الجديدة أو تحكم قطاع غزة لا أبدا يا فندم القوات دي حتكون قوات حفظ السلام على الحدود ما بين الدولتين زي أي قوات موجودة لحفظ السلام فأماكن المنازعات زي ما قوات حفظ السلام موجودة في سينة وزي ما موجودة في جنوب لبنان فهل قوات حفظ السلام اللي في سينة كانوا بيحكوموا سينة؟ لا هم من اسمهم أصلا قوات لحفظ السلام والمراقبة يعني أمن الحدود بحيث إنهم يمنعوا أي اشتباكات عسكرية مسلحة قبل ما تحصل من خلال إنهم يبلغوا السلطات الدولية إن المنطقة دي فيها بوادر نزاع فلازم مجلس الأمن يتحرك علشان يمنع الحرب دي فالأمر مختلف تماما عن الاقتراح الأمريكي بإنه بعد الحرب الحالية على غزة حيكون في قوات عربية أو دولية لحكم قطاع غزة الموضوعين مختلفين شكلا وموضوعا عن بعض لأنه بالنسبة للدولة الفلسطينية المستقلة فالقوات دي حتكون قوات لحفظ السلام والحفظ الأمن على الحدود ما بين إسرائيل وفلسطين ولكن المقترح الأمريكي فيما يخص مستقبل قطاع غزة بعد الحرب فده معناه وجود قوة عسكرية مصرية أو عربية تحكم قطاع غزة بشكل مباشر وده مرفوض تماما من نصر وعموما كل الكلام اللي احنا بنشرحه دلوقتي مجرد كلام خيالي أو نقدر نقول عليه فانتازية سياسية لأن مفردية إقامة دولة فلسطينية مستقلة حاليا ده شيء أصعب من الخيال لأن رئيس السيسي نفسه قال إحنا على مدار 30 سنة من السعي لإكرار حل الدولتين ما قدرناش نحقق حاجة ورئيس السيسي قال نصا أنه خلال 30 سنة لم نحقق الكثير فيما يخص إقامة دولة فلسطينية مستقلة فأنا بقولك أنه كلام الرئيس السيسي هو كلام دبلوماسي سياسي للاستهلاك الإعلامي مش الهدف منه تحقيقه على أرض الواقع لأن تحقيقه أصلا صعب جدا ويكاد يكون مستحيل حاليا لأنه أساسا لما بمازن أعلن قبوله في 2018 فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة من زوعة السلاح ساعتها كل الفصائل الفلسطينية التانية رفضت الفكرة وحركة حماس نشرت بيان قالت فيه أن كلام عباس بيمثل نفسه ولا يمثل الشعب الفلسطيني يعني الفكرة أساسا مرفوضة من الفصائل الفلسطينية فرئيس السيسي عارف ومتأكد من حاجة زي كده فمن الآخر هو بيغيح الخواجة مش أكتر مش أنت يا خواجة عايز تسمع كلام معين بصيغة معينة مفيش مشكلة حنقولك الكلام اللي أنت عايز تسمعه وإحنا عارفين أن أنت أصلا مش هتنفزه لأنه لو كان في نية لتنفيذ كنت نفسته من بعد اتفاقية أصله اللي خدعته بيها ياسر عرفات الله يرحمه ولكن من ساعتها الحد دلوقتي مفيش أي نتائج على أرض الواقع بالعكس ده بعد اتفاقية أصله زادت المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بصورة غير مسبوقة أصلا وبعدين تعال هنا أنت علشان تقيم دولة فلسطينية منزوعة السلاح فأنت بديهيا أول خطوة لازم تنزع سلاح حماس طيب هل أنت عارف حماس معها سلاح قد إيه أو شكله إيه طيب هل أنت عارف أن عملية نزع سلاح حماس دي تعتبر مهمة مستحيلة وأمريكا نفسها ما تقدرش تنفذ المهمة دي لأن إسرائيل اللي هي مدعومة 100% من أمريكا مش عارفة تنزع بندقيك لشنكو في واحدة بس من حركة حماس أنت متخيل فتيجة أنت يا خواجة تقولي إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح بعد القضاء على حماس زي ما بايدن قال في بيانه يوم 24 نوفمبر الجاري سؤال معلش هو أنت حتقدر أصلا تقضي على حماس يا جماعة كلام رئيس السيسي للاستهلاك الإعلامي الغربي ولكن على أرض الواقع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هو أمر مستحيل لأنه أولا الفصائل الفلسطينية رفضت الفكرة وثانيا الدولة الفلسطينية المستقلة دي مش حيتم إقامتها غير بعد نزع سلاح حماس وده في حد ذاته من سابع المستحيلات يعني من الآخر ريح دمارك وانسى الموضوع لأن حماس عندها مشروع سياسي لحجم فلسطين كلها مش بس قطاع غزة حماس عايزة في يوم من الأيام تحكم قطاع غزة وتحكم كمان الضفة الغربية مع قطاع غزة ولو طالد تحكم العالم كله هتحكمه إحنا مش نسيين أبدا كلمة محمود الزهار لما قالك إن القضية الفلسطينية دي عاملة زي خلة السنان ولا المسواك مش فاكر قالي بالزبط من الآخر حماس حركة مسلحة عندها مشروع توسعي واضح والنوع ده من الحركات المسلحة إنت مستحيل تعرف تنزع سلاحه فبالتالي طالما مش هقدر أنزع السلاح بتاع حماس فأنا كمصر لازم استفيد من السلاح ده وتتحول حماس من حركة مسلحة بتهدد الأمن القوم المصري لحركة مسلحة بتحمي الأمن القوم المصري وبتحمي نفوذ مصر السياسي وبتحمي مشاريع مصر الاقتصادية وهي دي الحكمة السياسية والزكاء السياسي وهو ده اللي مصر بتعمله حاليا وهو ده معنى تصريح رئيس السيسي لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لما قاله بمنتهى الوضوح مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس وده معنى أن مصر عارفة أن حماس مستمق لسنين طويلة في حكم قطاع غزة فأنا زي ما قلت لك كلام الرئيس السيسي للاستهلاك الإعلامي الغربي والكلام ده إحنا بنصدره للخواجه في أوروبا وفي أمريكا بحيث أن لو هو عنده النية لإكرار حل الدولتين فأهلا وسهلا ولو ما عندوش نية وبيستعبط زي كل مرة مفيش مشكلة ما إحنا برضو مستفيدين سياسيا واقتصاديا من وضع غزة تحت حكم فصيل فلسطيني مسلح زي حركة حماس يعني إحنا كذبانين في كل الأحوال ومهما كانت الاحتمالات فلو الخواجه عايز دولة فلسطينية مستقلة ماشي يا عم يا السلام من عناية عايز كاتشاب ولا مايونيز ولو الخواجه مش عايز يا عم برضو بحطك هات المسترد يا ابني وكده كده مصالحنا السياسية والاقتصادية محمية بوجود فصيل فلسطيني سياسي مسلح بيحكم قطاع غزة وخارب يا دوني عمار يا دماري زي ما بيقولوا فمن الآخر سواء استمر الانقسام الفلسطيني كما هو متوقع فمصلحة مصر إن حماس تستمر في حكم قطاع غزة لحماية المصالح الاقتصادية المصرية مستقبلا ولحماية النفوذ السياسي المصري في الإقليم وإذا تم التوصل لإكرار حل الدولتين فالدولة الفلسطينية المستقلة من زوعة السلاح حتكون بالكامل تحت تأثير النفوذ السياسي المصري بنسبة تتخطى التمانين في المية على الآل ومستحين إن الحكام الجدد في فلسطيني يسمحوا بإقامة أي مشاريع اقتصادية تأثر على الاقتصاد المصري لأنهم محتاجين لخدمات مصر السياسية على الساحة الدولية خلي بالك إن الوضع على أرض الواقع بعيد عن الأحلام حيستمر زي ما هو كده لسنين طويلة قدام يعني السلطة حتستمر في الضفة وغزة حتفضل تحت حكم الفصائل المسلحة وعلى راسها حماس هو ده الواقع المفروض إن احنا نتعامل معه لأنه زي ما قلت لك تصريحات رئيس السيسي هي نوع من الاستهلاك الدبلوماسي الإعلامي فقط لا غير لأنه ما فيش أصلا أي بوادر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من الأساس ولكن رئيس السيسي بيعلن إنه حتى لو كانت الدولة الفلسطينية دي منزوعة السلاح فماشي إحنا موافقين بس خلينا نقيم الدولة الأول وبعد كده مسألة السلاح دي سهلة جدا لأنه كل شيء بيتغير واللي النهاردة دولة منزوعة السلاح بكرة تبقى دولة مليانة بالسلاح هي القصة مش في نزع السلاح من عدمه ولكن المشكلة في إقامة الدولة أصلا لأننا مش عارفين نقيم دولة فلسطينية المستقلة من الأساس علشان نتكلم في كونها دولة منزوعة السلاح ولا دولة ذات قدرات عسكرية يا عمي خليني أقيم الدولة الأول وبعد كده نتكلم في الحاجات الفرعية دي بعدين بقى فبالتالي مع استحالة إقامة الدولة الفلسطينية في الوضع الغاهن فمين اللي يحافظ على مصالح مصر الاقتصادية وانفوزها السياسي في المنطقة؟ هل هي السلطة الفلسطينية ولا محمد دحلان اللي هيحكم باسم الإمارات في قطع غزة؟ بالتأكيد لا ده ولا ده واللي هيحفظ مصالح مصر السياسية والاقتصادية هو فصيل فلسطيني مسلح قادر على مواجهة إسرائيل عسكريا وتكبدها خسائر على مستوى الأرواح والمعدات في أي حرب مستقبلية والاحتمال ده كل ما كان قائم ووارد وقوي كل ما إسرائيل حتفكر مليون مرة قبل ما تنفذ أي مشروع اقتصادي يدور بالاقتصاد المصري أو بالنفوذ السياسي المصري يعني طول مقطع غزة محكوم من فصيل فلسطيني مقاوم مسلح وقوي طول أنه ما فيش حاجة اسمها الممر الهندي وما فيش حاجة اسمها قناة بن جوريون وما فيش حاجة اسمها المناطق اللوجستية الإسرائيلية المزعومة على سواحل غزة وبالنسبة للمناطق اللوجستية الإسرائيل اللي عايزة تعملها في ميناء حيفة فما فيش مشكلة تعمل اللي هي عايزة ولكن ميناء العريش اللي بيتبني دلوقتي والمنطقة اللوجستية اللي بتتبني حاليا في رفح المصرية وفي شمال سيناء بالكامل هتدرب ميناء حيفة بالجزمة ويبقى خل الصهينة يشربوا من ميناء حيفة ده والمناطق اللوجستية بتاعتهم لأنه ميناء العريش لا يمكن منافسته ومصر دخل بقوة شديدة جدا في مجال المواني وده طبعا حيسبب كارثة لدولة معينة لأنه موانيها حيكون ملهاش لازمة بعد انتهاء إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية سواء في رفح المصرية أو شمال سيناء أو ميناء العريش أو حتى ميناء بقير والمنطقة الاقتصادية طبعا لإقليم قناة السويس فصباح العسل يعني كلها 3 وال4 سنين وال5 سنين بالكتير ومنافسة مصر في مجال المواني حتعتبر انتحار لأنه مصر عندها بحر أحمر وبحر متوسط يعني حنفضل نعمل مواني ومناطق اللوجستية واقتصادية للصبح وكل ما تطلع في دمارك فكرة إنك تعمل ميناء ينفسني في مجال معين فحعملك قصاد الميناء ده 10 مواني و10 مناطق اقتصادية ولوجستية ولو انت راجل سد قدامي مانا يا ما قلتلك أنا عندي سواحل ملهاش نهاية وبالتالي ده معناه مواني ومناطق اقتصادية برضو ملهاش نهاية وديك شايف قلتلي حعمل ممر اقتصادي رحت اعلنت عن مناطق اللوجستية في شمال سيناء وفي رفح وفي العريش علشان نفسك في الوصول لاوروبا وانا طبعا حكسة بالمنافسة دي لأن المناطق اللوجستية بتاعتي بينها وما بين قناة السويس خطوة ولكن انت عندك مشوار طويل جدا من الهند للامارات لاستكاك الحديدية اللي هتعدي من السعودية للأردن ومن الأردن لدخل اسرائيل ومن الدخل الاسرائيلي لميناء حيفا ومن حيفا لليونان ومن اليونان لمواني اوروبا أو لعواصم اوروبا يعني مول طويل عريض وشيل وحط وتشوين وتعتيق وتفرير وليلة جنابك والمخاطر بتاعته عالية جدا ولكن انا في كلمة ونص هكون موجود في قلب اوروبا والبضاعة هتجيلي من قناة السويس او من مناطقها الاقتصادية في لمح البصر ولو انا عايز اصدرها مباشرة لاوروبا مفيش مشكلة ولو انا عايز اخزينها في رفح او في العريش او في برسعيد وبعد كده اوزعها على اوروبا مفيش مشكلة ومن القاهرة كمان حقدر اوصل بالطريق البغي لحد كيبتاون في جنوب افريقيا وحنعمل ان شاء الله خط سكك حديد ما بين اسكندرية وكيبتاون وخد التقيلة دي كمان احنا كمان حنعمل خط سكك حديد من برسعيد للدار البيضة ان شاء الله فالموضوع في النقل مش هياخد مني وقت يسكر ان ما كانش في خلال ساعات يعني لكن انت الموضوع بتاعك هياخد منك ايام طويلة وربما اسابيع فانا احسن منك في كل حاجة احسن منك في الموقع الاستراتيجي احسن منك في سرعة الاداء احسن منك في حجم التجارة المنقولة واحسن منك في الخدمات اللوجستية المرفقة بمنطقة اقتصادية عالمية سواء في رفح او في اقليم قناة السويس او في ميناء العريش اللي بيتم انشاءهم دلوقتي فمعلش انت هتنفسني ازاي درغة اصلا ان انا هتطلق فصيل عسكري مسلح بيحكم في قطاع غزة وبيخليك تفكر بدل المرة مليون مرة قبل ما تفكر تعمل مشاريع اقتصادية تقرفنا بها ما هو ما تنساش ان الارض دي اصلا مش ارضك وبالتالي فانت في اي لحظة ممكن الحرب تشتعل وفي اي لحظة ممكن مشروعك الاقتصادي ده يتفرتك ويتخرتق بكم ساروخ ينزلوا بالغلط على مقارتك الاقتصادية في العمق الاسرائيلي احنا طبعا هنشجب وحنوديني الهجوم ده وحنطالب طبعا بضبط النفس علشان انتوا عارفين احنا مش بتوعشماتة استغفر الله العظيم يا رب احنا بنتشافة بس احنا بنقبل المنافسة الشريفة ده في حالة اذا عرفت تتنافسني اصلا بشرف وانا فتحت لك مجاله هو علشان تنافس اساسا صلي عن نبي ايه ده كده لانه مصر ما بيتلويش درعها وحرفيا لينا في كل خرابة عفريد في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله الشعب المصر العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة مستقلة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته